موسيقى رجعنا لكم مشاهدينا وصلنا أحيانا لفقرة وقايا يشكل تواجد الغاز في مطبخ خطر كبير في حال ما كان عندنا الوعي والحذر الكافي لكيفية استخدامه وتنظيفه شنهي أهم الطرق الوقائية لاستخدام وتنظيف الغاز وشنون ممكن الوقايا منه بطريقة صحيحة تدابير وقائية ونصائح أهمة اتدودنا فيها اليوم دكتورة بدرية لنقاوي مساعدة المديرة التنفيذي للتمريض في مؤسسات حمد الطبية هلا مرحبا فيك مرحبتين هلا خلو طبعا أنا إنسانة ما عارف ويد في المطبخ وحبيت الأشياء اللي عندنا موجودة هنا فإذا بنبدأ أول شيء بالفرن أوتش ساري شنا ممكن نحافظ على نظافة المطبخ بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء أنت كسيدة بالمطبخ تعرفين شتحبين من نوع الفرن فيه فرن غاز وفيه فرن كهربائي فأهميت أنت شنتي يعني التنظيف يكون جيد مو بس شكليا حتى يعني عشان تحافظين على اللي عندوش استوفتي بس قبل أن تكلم عن التنظيف بما أن هذا غاز يعني فيه بيكون واحد أخطر من الثاني تنصحين باستخدام واحد أكثر من الثاني بما أنه بيكون نفس الشيء يعني كل أكل سيدة واللي هي ترتاح لك بس إذا جاتي حق الخطورة يعني كل واحد وفيه له مخاطر يعني مثلا الفرن الكهربائي يحتر بسرعة لدرجة أنت إذا حطيت خلنا نقول نص ريال ممكن بسرعة النص هذي إذو أو يعني يتغير لونه مع أنه هناك ممكن يعني النار يعني حرارتها أبرد من الكهرباء بس معناتها أحسن في الطبخ ما يعني ما لها أي خص بس أنه أنت شلون تحبين تطبخين وفيه ناس يحسون أنه ما أسرع أحناك شخصيا أنا يعني أفضل للكهربائي يعني العدة أشياء حتى في التنظيف وخاصة الحين مع الأفران الجديدة المسطحة هذه في ناحية التنظيف والتحكم جدا نحلة من هنا هنا أنت حتى لو جيتي حق التنظيف في الفرن القازي أنك العيون شلون تنطفينهم بحيث أنه اللي جيتي تشغلينهم مرة ثانية تكونين حذرة وفاهمة أنه ما رح يعني يشكلتش أي شيء لأنه هنا المخاطر اللي تطلع أن يكونوا مثلا هالفتحات اللي طلع النار نضيفة أيوة ما تكون مزدودة إذا أيوة وتكونين أنت عارفة شلون بتنطفينهم وشلون تشغلين الفرن يعني أنت مثلا قلتي لي أنه تحبيت المسدس هذي أوكي ديري بالك لعيالك يحبونه لأنه ممكن أي واحد ييجي من اليهان ويلا نلعب نلعب وضغض وتدريين ستافتي يعني ساعات يحطولك هالأشياء بطريقة ملونة ويتفننون فيها أي فإحنا يعني دايما نحاول نحط الولاعة هذي فوق أوكي حتى أن العيال لا يلعبون فيها لأنه فرضا أنت عندك الفرن القازي لا ما فيه لق عندك الفرن القازي هذي ممكن يكون يعني مزدود شوية العين مزدودة أو أنه يعني بقايا الأكل أو حاجة من غير ما تنتبهين ويكون الغاز شقال وانتي ما تحسين بس الريحة اللي بتنبهج أوكي فأنتي يعني واعية عارف حق مطبخك تكونين واعية تشمين الريحة بس الطفل ما يدري يجي يلعب وانتي عارف الشرارة هذي ممكن تفجر إذن ليش ما مفوضة أنه يشتغل بدون أصلا هذي يعني ممكن يشتغل الفرن بدونها أي أكيد وانتي تبقين يا تبريد شكلت خلود ما تدخلين المطبخ عندي مكرويب حلو فأنتي عندك مفتاح القوز هناك تولعين يا تبريد أو بالمسدس هذي يعني ضروري استخدامها أيوة بس أهم شي إنك ما تتركين الأكل بقايا الأكل أو مثلا أنت قاعدة تسوين تركيش كوفي وتنزلت القهوة وتعرفين متى منزلت القهوة تصدلها الفتحات أيوة وما تجين تصبين ماء وانتي متخرعة أو حاجة ممكن نشب ممكن على طول تسكرين العين وتأكدين النذي وعشان تكونين في أمان أكثر سكري الغاز لأن الخوف من الغاز دائما المحفوظ عقب كل استعمال يتسكر ما يتم مفتوح أصلا بالضبط أوكي هاي شي ويريت كل السيدات يعني يدربون أو يعلمون خداماتهم يسوون صحيح يعني ممكن تكون الأم أو ربة المنزل تكون حريصة يعني بس الخدم ما تكون بهالحرص وبعدين إحنا مثلا رأية البيت أنت تفكرين في هالطرق الوقائية أو الأمان حدك وحق سرتك يعني فيه ناس يحطون استوانة الغاز بالضبط جنب الفرن والحرارة وغير الحرارة تنسى مثلا تسكر شي يعني نشاب أو النار تبق يعني أنت عارفه والغاز أحتاجي لازم يكون الغاز براء يعني ما رأت أشوف في المطاعم إذا تروحين وراء المطاعم تشوفين سيلندرات الغاز فيها مصفوفة براء بالضبط يعني السيلندر المفروض يكون براء ويكون يفضل أن يكون براء المطبخ ومقطع يعني إذا لاحقتي عن حرارة الشمس عن حرارة الشمس أنا اللي تعبت يعني حاليا إذا تشوفين السيلندرات عليهم السيفتي فالف الصمام الأمان هذي اللي يسمونا يعني أكثر من وقايا أولا أن الغاز ما يتسرب ثانيا أنت أنت بمجرد ما تخلصين تسكرين ثالثا لما تحطينا وتقطينا السطوانة هذي أنت مرتاحة ليش لأن حتى لو العيال اللي يلعبون ما حد رح يجي وبعدين أنت مقطية مثل يعني برواز خشبي أو يعني بشكل حلو فما حد يجي جنبها هاي الشيء والشيء الثاني إذا حسيت بتسرب أي قاز أول شيء تسوينا أنت أنت تفتحين الشبابيك والباب وتأكدين أن أنت مسكرة للغاز لأن الغاز يتسرب أحيانا أنت تسمعين صوت وأنت داخله شذيء فعرف أنه هناك تسرب فتكونين واعية أما الغاز الكهربائي تكونين أنت واعية لأن السطح يعني الحرارة تكون جدا عالية يتغير لونة يوم يكون حار يعني فيسر أي فالنار لأنها تكون يعني الشقالة الدائرة هذه تبين حمراء وعلى طول يعني تنطفي وتشتقل عادي أوكي فأنت بمجرد ما تحطين معونك على طول تشوفين العين حمراء أوكي جيت أنت شلتي الجدر وحطيت القطة شذيء بتروحين الجبين حاجة من غير ما يعني تكونين ماختبالك قزاز ممكن ينكسر ينكسر ممكن إذا فرنت فرنت كنت بكسر إذا فرنت لها قطة وتينة سكرين والعيون بعدها حارة ممكن تسببين انفجار من القزاز ممكن ما نخليش هي جنب يعني جنب الفرن كل يعني الفرن دائما لازم يكون وبينها يعني لما تحطين الفرن الناص يدوب يعني يقايسون أيوة إنه كل شيء حتى بده بس أنا قولي يا ريت حتى لو ربع متر يعني شبرين من الطرفين مهما كان حرص الواحد يعني وحرارة الفرن هاي يعني بزيادة وغير شذي أنت تبقين تشوفين يعني مثلا الحين عندنا موسم تخيم فالشباب كلهم طالعين العوايل يطلعون سلندر القاز في الخيم في البار هنا وهناك يعني هالشي بعث يعني أنت تخافين من سابق موكم مشكلة بالضبط فعندنا مثل الأفران الكهربائية الصغيرة ممكن يخذونها معاهم وعندهم إذا بيخذون القاز يكونون عارفين ووعيين يعني هما يشكاعدين يسوون ودايما إذا يعني السيدة معاهم هي اللي تطبخها والأم تكون واعية أنه سديتوا للقاز سكروا وتكون هي لا ما تنبه أيوة يعني أن كانت هي أو غيرها فتعرفين أن الرحلات شلون فممكن الواحد ينتهي أنا قروش بقمضة واحدة بالضبط طيب إذا بنتكلم عن تنظيف كل واحد فيهم قلت لي أن الكهربائي أسهل شنو ممكن نستخدم حق التنظيف الكهربائي أسهل ليش لأنك أنت أول شيء عقب ما تخلصين طباخج تسكين كل حاجة وتخلينا الفرن يبرد قبل لا تنطفينا وبعدين تستخدمين اللي تبقينا عني أي نوع من التنظيف بس كالعادة أنا عندي يعني أسهل أسهل شيء ومن غير مواد يعني خل الخل، صابون تفتني أعرف هي وبكربونات أوكي وشوية ماء هاي كل اللي أنت تبقينا وبعدين أقب ما تقسلين وتنطفين وتفركين وأنت مرتاح أنه فرن فرنك صار نطيف يبيلتش بايركس حطي فيه قطعتين ثلاث ليمون قخليهم الفرن وشغلي الفرن ها حق الفرن داخل حق الريحة أولاً وبعدين حتى لو فيه شوية دهون من داخل ما وصلتي لهم ولا حاجة الحرارة المرتفعة يعني بتسيح هالأمور وفي نفس الوقت بتجمعها في البايركس لا غير جدي أنت البايركس مع الماء والليمون حاطها عشان الريحة وعشان دوبان الدهون اللي أنت ما وصلتي لها تنطفينها وعادة يعني ببروش سقير فرشات السنون يعني أي شيء تقدرين توصلين وتنطفين أثير بعد ستاستي قلتي لي مرة عن الماكرويف إنها ممكن تنظفها بهذه الطريقة بالنبعيد على المواد الكيميائية بطبت يعني هاي أنظف شيء وحسن شيء وبعدين أنت عارفها وطامنة إنها يعني ما حطيتي أي مواد كيميائية بالنسبة حق الفرن الغازي أنت تشيلين العيون أنا شوفهم في ناس يحطون قصدير يعني ما بقلت في المطبخة بس أشوف ساعات يحطون قصدير بطبت أنا قلت حلو إنها واحدة تحط قصدير يعني زين إنك أنت جبتي النقطة هذه حطوا قصدير بس أهم شيء أن اللي حطت تكون واعية ما تقطي العيون وفي نفس الوقت ما تقطي فتحات الفرن إذا شايف الفرن من وراء العيون في فتحات فالفتحات هذه ما حطوها بس شذي عبت حطينها عشان الحرارة وهذه الأمور فيريت يعني كل سيدة تحط في بالها أنها ما تقطيها الفتحات هذه بالألمنيوم وبعدها حق ما تطبخ تقط الألمنيوم وتنطف تنقع العيون والدوار هذه بدلا تفرقهم يعني تحطهم في ماء ماء حار وشوية صابون وليمون وخل أوكي وملح ملح الليمون أحلى شيء أوكي تنقعهم وبعدين تجي تنطف فرنها ونفس الطريقة من داخل ممكن تحط ملح الليمون وبكربونات وصابون وماء وشوية خل في الفرن أوكي وتشغل الفرن وتجي هي تشتغل على العيون والسطح وهذه كلها قبل ما تخلص تكون هي طلعت البايركس من الفرن وبدأت تنطف طيب وباقي الأشياء في المقسلة طيب أستاذ تنتكلم عن الطفاية وهي الطفل الحريق أوكي إحنا قلنا في حالة إذا لا سمح الله صار ما صار أول شيء هي يعني سواء الخدامة وأم البيت تكون وعية وحريصة في لبسها نحاول أن يقتصر لهم بس لأن لأن أنت عارفة اللبس شلون لبس اللبس 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 ما في قطعة إلا فيها بوليستر يعني هالمادة شوية فتكون هي مختمة مريلة من النوع المطاد حق الحريق إذا صار ما صار تستخدم الطفاية لازم تكون دائما موجودة عندنا في المطبخ أكيد هذه مليون بالمئة يعني أنا فضل أن استوانة الذي أو الطفاية تكون جنب الفرن أكثر من استوانة القاز أو أو أن اللي بتغطي البطانية اللي بتغطي فيها النور وأهم شيء تخلي فرنها نطيف حتى يعني تجنب هذه المشاكلة طبعاً نشكر أستاذتي تواجدت معانا الدكتورة بدريا لنقاوي ومشاهدينا خلنطلع معاكم فاصل وراجعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة